وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب ويا قوم لا يجرمنكم شطاقيا أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوط منكم ببعيد قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا ولولا رهدك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهد يا أعز عليكم من الله واتخذتموه وراكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معهم برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديائهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وولئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدر قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الرفد المغفود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المغفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها طائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجوع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد خالدين فيها ما دابت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دابت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير أجذوذ فلا تكفي منية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير من قوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهيل وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب للسيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القريب ظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر المؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون ألف لامرين تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بلي لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتليك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مننا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضين يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر